بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم الحد ده يوم مهم عندنا ليه؟ ده اليوم اللي احنا بنحاول فيه نرتقي في سلم الزواج نرتقي من شوية الخلافات اللي ممكن تكون حصلة شوية المشكلات نرتقي واحنا مسكين في دين التوافق عشان نرتقي الى الرضا الزواجي ونصل بيه الى السعادة الزوجية لازم من الحاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها حاجات بقت تحصل بيننا كتير والناس ما بيبقوش عارفين ايه السبب السبب اني خلينا اقولكم حاجة اني كسرة التعليم وكسرة تفهيم الانسان ان هو لازم يبقى واثق من نفسه ولازم يبقى انسان معتمد على نفسه ساعات بتعمل حاجة اسمها الشخصيات المستقلة الشخصيات المستقلة دولة الشخصية اللي تقدر تاخد القرار لوحدها وتقدر تعيش من غير اعتماد على حد وفي نفس الوقت الشخصية دي ممكن كمان تقدر تتخذ قرار وتحل مشكلات وتعمل الكلام ده كله بمفردها ايه مشكلة الشخصيات دي؟ الشخصيات دي بقى لما تتجوز بيبقى عندهم مشكلة انهم ينتقلوا من الانا الى النحن بيبقى عندهم مشكلة فيه صعوبة اساسية بتواجههم انهم ينتقلوا من الانا الى النحن والزواج ده انا ساعت بسميه زواج الكبار مش الكبار في السن لكن الكبار بمعنى كل واحد كبير في نفسه كل واحد مستقل كل واحد هو اصلا حياته قبل الجواز كانت حياة مليانة بتفاصيل فهو في الحقيقة برنامجه اليومي هيتغير ليه فلذلك هو كل واحد فيه هم مستقل فلما بيتجوزوا بيتبان شوية حاجات وعلى فكرة وممكن تبان تفضل المشاكل دي تتراكم وهم مش عارفين ايه سبب واحنا دايما بيقوله الناس ان المشكلات ما بتجيش كشف عن وجهها في الجواز لكن المشكلات اللي بيحصل بتبقى فيه مشكلات عميقة ما بتتعرفش غير في الرشاد الزواج فلو الشخصيات المستقلة بتبقى شخصيات مستقلة لان هي كمان عندها مرجعية يعني هو شخص مستقل وعنده مرجعية قوية من تمسك بيها بيظل الاندماج والالتحام والخروج من الانا اللي نحن بيبقى صعب يعني اصلا تخيل كده باحثة عندها قضوتها البحثية وعندها استاذها البحثي وواحد عنده مرجعيته الدينية وبيرجعوا فقصة بتبقى قصة صعبة قوي انه ما يحصلوا ويقدروا يندمجوا فلازم نعرف ان احنا في وقت كتير الناس بتبقى كده مش لازم بس في المسألة ان واحدة باحثة وواحدة كزا لا واحد في الحقيقة هو شايف ان اصرته من دياله باور كبير جدا جدا وهو قادر ان هو يكون مستقل فالشخص الاخر يجب عليه ان هو ينتسب اليه مش هو ينتسب الي الشخص الاخر كتير قوي بيحصل بقى عندنا بنشوف ده كتير قوي 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 في الشخصيات اللي عندهم زي ما يقولوا كده ايدولوجيا يعني ايه ايدولوجيا عندهم فكرة صلبة بيتمسك بيها ومش قابل النقاش فيها وخاصة لو كان الكلام ده تمرتبط بقيم دينية بياخدها بشكل مفوش تفاهم مفوش نقاش ايه اللي حاصل بنلاقي الناس دولا واحد متمسك بشدة جدا جدا بفهم ممكن ما يكونش صحيح للقوامة وهي متمسكة بمفهوم شديد جدا جدا في مسألة مراعاة المرأة والحفاظ عليها تخلي اتنين دولا وهما بيتعاملوا مع بعض هيتعاملوا ازاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي كان عارف مواطن الاختلاف وخلي بالك الاختلاف والتنوع دوة شيء ممكن استثماره يضيف قيم اضافية في البيت يعني ان كل واحد يبقى مستقل وكل واحد يبقى ليه شخصيته اه العبارة اللي بتتقالي هنا بقى كل واحد ليه شخصيته فايه اللي بيحصل فكل واحد فيه افكار سلبية هنا افكار مكذوبة اللي هي افكار مكذوبة دي ان كل واحد فيهم يحس ان هو لو ان هو حاول بقدر الامكان ان هو يندمج مع شرك حياته ان هو بيفقد شخصيته وبيذوب ويتماهى عشان كده يحصل التوافق بينهم ده محتاج عشان يبعدوا شوية عن اعتقاداتهم ويبتعدوا شوية عن صورتهم لنفسهم عشان يقدروا يكونوا متلحمين والمشاركة هي البديل الفعال لاخراج احسن ما في النفس لازم الناس عشان تخرج احسن ما فيها لازم يشتركوا وبالطريقة دي ده بدل الناس القيم والاخلاق ويتبدلوا كمان القيم الاضافية في البيت لكن لو كل واحد شايف ان القيم وهي التي يجب ان تسود في البيت البيت عاي يبقى كله عناد وكله نكد في كتير بقى ما بيبقاش فاهمين ان العناد والنكد ده سبب الشخصيات المستقلة فلما بيكون في طرف ناقد عشان هو مستقل يعرف الصح من الغلط ولازم الناس تمشي على السيناريو اللي حطه لان هو بيعرف الصح والغلط وطرف دايما يحكم على التاني بتحول للشخص التاني اللي هو الشخص المنتقد الى حالة من حالات العدوان السلبي يعني ايه العدوان السلبي؟ يبقى عنده استعداد مبالغ فيه للتمرد انه يتمرد على شرك حياته والتمرد ده بيحصل سواء بعنف او بغير عنف ممكن يحصل التمرد بعنف فيبقى فيه عصبية وفيه تجاوز وفيه عدوان واحدة يقول انت بتحكي كأنك انت بتحكي اللي في بيتنا صح؟ لان في بعض الاحيين الناس كتيرة بتخاف يعني مثلا رجالة تخاف ان يبقى بنجاوز شخصية مستقلة يبقى يقلق جدا يقلق جدا ليه؟ لحسن يبقى جوز الست يعني ايه اللي انا بقولها حاجة يعني ايه تكسرت كلامي؟ ومالعبقى راجلي ازاي لو هي كسرت كلامي؟ وهي تقول يعني ايه هو ياخد القرارات بدون ما يرجعني؟ ده هو لازم في كل حاجة يرجعني في كل صغيرة وكبيرة وما احنا مجاوزين بعض يعني ايه؟ بس هي بتبالغ في ده وهو بيبالغ في ده فممكن شرك الحياة اللي بيتم الانتقاد يمارس حاجة اسمعها العدوان السلبي يبقى يصمت صمت العناد والمكيدة هو عارف ان الصمت ده بيخلي شرك حياته ولع يبقى هو يسكت ويبقى ساكت كده وساكب شرك حياته ولع وهو لا على حام ولا بارد طب ايه ده؟ بس هو ده مش ده اللي قاله حضرت النبي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الشخصيات المستقلة اللي ما نكحوش انه هم يكونوا نحن بتلاقيهم لما بيخرجوا ما يعودوش جنب بعض اما انا ممكن ادخل اي مكان كده واشوف المتجاوزين واعرف مين منهم فيهم الشخصيات المستقلة هو الاستقلاله على فاكرة بالمناسبة الاستقلال ده مفهوم ايجابي لكن استعمال الاستقلال هنا بيكون بطريقة سلبية وزيك انا بحب اسميه جواز الكبار او جواز النجوم كل واحد نجمي كده في نفسه فما عودوش جنب بعض ليه طيب ما عودتاني لحس انه لما يقعد جنبها او هي تقعد جنبه ويخصمه من بعض او انه هو لازم هو يبقى هو محط الايه؟ محط النظر يبقى ايه اللي حصل؟ ما يتكلموش ودايما يبقى ومش بصيل لبعض وكل واحد يبقى مشغول بنفسه او مشغول بنبايله وهو عايز ايه؟ عايز انه حاسس ان شريك حياته ما اهتمش به وعايز ان شريك حياته هو اللي يبدأ بالاهتمام به ولازم طول الوقت يبقى حاسس انه هو على حق الشخص المستقل او الشخص اللي هو الزوج الكبير ده بيبقى دائم الانتقاد ومش بيحس انه هو كده بينتقد في بعض انماط الشخصيات زي نمط في انيا جراون كده نمط اسمه نمط النمط الاول اللي هو بريفكشانيست اللي هو الساعي الى المثال عنده منطقة عامية كده اسمها منطقة ايه؟ المنطقة العامة اللي عنده هي منطقة الانتقاد وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما أخوي أربعين إلا اخترى إسرهما ما لم يكن إسما وعلمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اننا ما نكونش للشخص ده قال لا ترى القذاتة في عين أخيك وتترك جزع النخلة في عينك الشخص المنطقة بيعمل كده هو شخص دايما مستقل وشايف انه هو على حق انه هو من حق انه هو يقيم الناس له للوق وبيقول لنا طبيعي اننا اعمل كده عشان أقبل فكرة لازم أقيمها وأقيم صاحبها كمان مش أقيمها بس أقيمها وأقيم صاحبها فيحسب الله شقاق ونزاع الأشخاص المستقلين جاهزين لمعنى الشقاق وده معنى أشد من معنى الاختلافهم ومش بيختلفوا هم يأخذوا الخلاف إلى أن يجعل البيت وكأنه قد وقع فيه شق كل واحد واخد البيت في ناحية ولو الطرفين مستقلين عايشين مع أسرة الزوج أو أسرة الزوجة كل أسرة هتتدخل عشان تنصر معاييرها آخر حاجة بتوجع في الانتقاد هو التفكير الأعور يعني التفكير المنطقة ده بتاع التفكير المستقلين دولا اللي هم مش المستقلين هو الكبار اللي هم دايماً بيأخذوا وبينظروا المسألة من جهة واحدة بس إنه يفكر تفكير أعور يبص المسألة من عين واحدة بس بس حاضة النبي أرشدنا إلى شيء مهم جداً لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبه لنفسي عايزة تشوفها الحاجة لازم تشوفها بالعينين أشوفها من عيني كزوج ومن عينها كزوجة تشوفها من عينها كزوجة وتشوفها كمان من عينها كزوج بس هم لغاية دلوقتي ما نضجوش ولغاية دلوقتي ما عاشوش الحياة الزوجية بشكل حقيقي تحس إنهم مجوزين كأنهم لسه بيتعرفوا على بعض بيعملوا كأنهم بينقروا من بعض كمنقرة إيه؟ منقرة الناس اللي لسه بيتعرفوا على بعض فبينكشوا بعض ما شفتش في حياتي تطبيق أفضل للحديث ده لو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي قد تطبيقه في البيوت لأن المؤمن من أمينه الناس والتطبيق العمل اللي إيمانه وأن أنت تكون أمان لغيرك المؤمن ومن أمينه الناس فأفضل طريقة لتطمين الآخر وأن أنت تضع نفسك مكانه وتتمنى له اللي أنت بتتمنى النفسك الشخص المنتقد ما بيعملش كده الشخص المنتقد ممكن يحب الناس اللي يحبه لنفسه فيقول لا والله أنا أحب له أنا أحب له برضو حاجة كويسة قوي أنه يبقى إيه؟ يبقى زي يبقى زيك؟ ها أنا أحب أنه يبقى كويس يعني إيه يبقى كويس؟ يبقى زي أحبه يبقى زي ولذلك بيبقى الزوجة المنتقدة أو الزوجة الكبيرة عندها سكريب جزها لازم يمشي عليه وهو يبقى عنده صورة لازم يدخل الزوجة في الصورة اللي هو بريها دي بس أنت كده وانت بتعمل كده وانت كده وانت بتعملي كده أنت محطتش نفسك مكانه أنت خليت نفسك النموذج الأمسة وانت كده المفروض أنه يجي مكانك مش أنت تحط نفسك مكانه وده وانت مش التزام بسنة الرسول الله سلم الأمان مش أنه يبقى زيك ولا يبقى زيك الأمان أنه هو يحس براحة البال يحس بشرح الصدر وأنه مش خايف عايز في حياة هو مش حاسس أنه هو تحت الميكروسكوب ولا أن حد بترصد به هو مش قاعد عشان تتحسب عليه أنفاسه وأن فيه شيء إضافي بيتحط في حياته ومش بيتخسم منها ساعة ما يحس أنه فيه شيء إضافي بيتحط في حياته وأن شريك حياته عايز يطلع أحسن ما فيه مش يطلع أسوأ ما فيه هو بيحس أنه سعيد لكن مع الشخص المنتقد المنتقد بيشوف نفسه الأصل واللي عليه محور الحياة الزوجية والشخص اللي بينتقده غلط فلازم يغير نفسه مش أنه هو اللي يتغير لا لازم يتغير نفسه للأسف الشخص اللي بيحس أنه دايما بيتم انتقاده اللي هو الشخص التاني الطرف الآخر مع الشخص اللي هو بيمارس عليه الانتقاد وأنه مش مقبول بيبتدي يتمادى في الغلط وممكن يعمل حاجات ما كانش متصور أنه هو يعملها في يوم من الأيام ويباير التغيير السلب اللي بيحصل له ده أنه هو لسه محدش عارفه وبعدها يبتدي يعمل أشياء بسميها أنا الاستبياع الزواجي يستبيع بقى في الاستبياع الزواجي بقى لما واحد يحس أنه منتقد بيحصل خلاص بقى وده بيحصل بالذات في الجواز بتاع منتصف العمر أنا عارف أنه فيه ناس أتقوله أيوة لما حد يمر بمقزمة منتصف العمر يشوف العالم بقى يبتدي يكتشف عايز يشوف عالم آخر بقى يخرج من عالم الانتقاد ده ويشوف عالم آخر ويبقى العالم الآخر ده تعلم مسحور ويبتدي ولأنه طبعا وضع المادي بقى أحسن من وضع ما امتدى الجواز ويبقى عنده شبكة علاقات أوسع فيبقى فرصة الانحراف وفرصة عمل الأشياء مش إيجابية كتير ولأن الراجل بيحس أنه عايز يحس أنه بطل احتمال كبير الشخص اللي مستني برة الإنسان اللي مستني برة أو الإنسان اللي مستني برة عشان يلتقد ده لو قاله كلام يحسسه بيه إن هو بطل أو إن هي ست ما فيه زيها احتمال كبير بيبقى فيه خطر كبير قوي وعشان كده لو تم ما يسمى بالاحتواء البديل البيت بيخرب وعشان كده ما ينفعش نلعب الجيم ده مع بعض وهو ما ينفعش إن الشخص ده يعتمد على إنه هو ولما تيجي تقوله يقوله لا أنا بتعامل بفردانية آه بس أنا واثق في زوجتي أنا بتعامل بفردانية آه وأنا واثقة فيه لا بس كلام ده ما ينفعش الفردانية دي كمان بتبقى خطر قوي قوي لو الشخص ده اللي هو المستقل ده كمان ملتصق بأهله بأسرة المنشأ أو هي من ملتصق بأهله بأسرة المنشأ طب إيه اللي يحصل فيه مشكلة بقى إيه المشكلة إن فيه إحنا عايزين نخرج من ده كله عايزين نتخلص من هذه الأزمة أنا عارف إن في كتاب من الناس منكم دلوقتي بتقول أيوة كده أيوة لو سمحتوا وكلمونا عنه وجعنا نعمل إيه عشان نخلص من ده بقى أول حاجة إحنا لازم ببساطة خالص وإحنا بنحط الإجراءات دي لازم نستحضر حاجة مهمة جدا أنتو أزواج مش أعداء آه بس هي اللي ابتدت أي حد ابتدت بس أنتو أزواج أنت ساتر وغطى عليها هي لحمك ودمك حتى لو أنت مستقل إيه وها تكون فتنتها وإيه وها تكون هي كمان فتنتك فلذلك إيه اللي حاصل أنتو ناس مستقلين مستقلين يعني تقدر أهو هنا بقى مستقل يعني تقدر تعمل قيمة إضافية لزوجك تقدر تعملي قيمة إضافية لزوجك وتقدر أنت تعمل قيمة إضافية لزوجتك وليس معنى المستقل أن اللي عايز يسعد ييجي يقعد معايا ويقعد في مكاني هو ده مش حقيقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبش أمدا الناس اللي بتتعمل ده لأن ده أتوى العزو بالله كبر لأن الكبر غمط الناس وبطر الحق هي شخصية مستقلة وكتير أسأل الأزواج وبالنسبة لك أن هي شخصية مستقلة ده شيء كويس ولا شيء وحش ما يعرفش لأنه لما هي بتتحمل مسؤوليته ومسؤوليتها في نفس الوقت عشان هي شخصية مستقلة فبتقوم بدور الأم وبعض أدوار الأب طبعا عملت كده عشان شخصية مستقلة إزاي بقى انطلع أحلى ما فيها إن الشخصية مستقلة دي تبقى حكيم تبقى كأنها مستشار وعشان كده أول إجراء لو سمحتم اجلسوا مع بعض كل يوم وكل واحد فيكم يتحول إلى مستشار للتاني ما تخطأوش بعض لكن يبقى الكلام اللي بيننا آه أنا شايفة لو إنك أنت عملت ده يكون أحسن يبقى ده أول إجراء الإجراء التاني الزواج يا سيدي لازم يبقى مستقل عن العائلتين يعني ما ندخلش العائلتين هم مش مستحملين أصلا هم أصلا كده وهم في حالة صراع فالعائلتين اللي يجب أن هم يتجنبوا لما يكون الناس المستقلين مش هايفين يتفاهموا مع بعض يبقى أول حاجة ببساطة كل واحد فينا يتحول إلى مستشار للآخر ونبقى إحنا عارفين وده ما يحتاج إن احنا في الأول خالص وده إجراء مهم جدا جدا إن كل واحد فينا يعترف للتاني إن هو يحتاج إلى إن شرك حياته يحس إن هو مستقل يحس إن هو مستقل يعني إيه إن هو اللي هو رأيي له وجهة نظر بيفكر فنبطل تسفيه الأراء يبقى أول محزور ما يتدخلش الأهل تاني محزور نبطل تسفيه الأراء ونتفع على ده نصارح بعض ونقعد كده نقعد كده ونصارح بعض تالت حاجة نبعد عن تدخلات الأهل قلنا نبعد عن تدخلات تالت حاجة التوقف على الانتقاد يبقى نبتعد عن تدخلات الأهل نبتعد عن تسفيه الأراء نبتعد عن الانتقاد حتى على الأقل لغاية ما كل واحد فينا يحس بان التاني دوت مهم رأيه بالنسبة له رابع حاجة والاجراء المهم جدا نتعود على ان كل واحد فينا يمتني ويقدر التاني ويقدر افكار وده شيء مهم جدا لو ان احنا لو ما عملناش ده ايه لا يحصل واحنا بنعمل الكلام دوت حتى في جلسات الارشاد الزواج نفسه بنقول لهم لو سمحته وعمل حاجة كويسة دلوقتي في الجلسة ممكن حضرتك تنتنيله لو سمحته يا عملت حاجة كويسة في الجلسة امتنيلها وبندلهم ان هم لازم يمتنوا البعض ولذلك احنا بنقول في السياق ده لازم في الحالات اللي زي دي في حالات وجود المستقلين دولة لازم يمتنوا البعض على اقل من ثلاثة لخمسة لسبعة مرات في اليوم طب ده يعمل ايه يحس ان هم في الحقيقة انت مش بتهدر حقه انت مش بترقيه مش بتضيعه الاجراء القبل الاخير لازم يعودوا مع بعضوا كل يوم يتكلموا عن حاجة تانية غير الانتقاد تكلموا عن ايه عن المستقبل والسعادة اخر اجراء لازم يعملوه ان كل واحد فينا لازم يتفقد التاني يعني ايه يتفقد التاني يتطمن عليه يتطمن على مشاعره يتطمن على احواله يتطمن هو حسس بايه يتطمن هو عنده مشاكل ولا لا يتطمن عليه التطمن التطمن ده هيوصل طمأنينة الى قلبه ولو حصل هو في الاخر خالص هيروح حاطة السيف اللي هم طلعوا وشهره في وشه في وشها هيحطه في غمده وهي كمان هتلمد وفرها ونبتدي نتعامل مع بعض كشركاء في الحياة وكأحباب وكأصدقاء وكل واحد فينا يبقى قيمة اضافية للتاني بس ده لما نتطمن ونحس ان احنا في امان احنا محتاجين ان نحسس شريك حياتنا او كان مستقل ان هو شخصيته دي دي افضل اختيار لي لازم يحسسها ان هي كانت افضل اختيار وهي لازم تحسسه ان هي كده بتحتمي بي لما يحصل ده احنا نحس بامان لما يحس ان هو بطل وتحس ان هي اميرة ساعتها كل واحد فينا هيبقى عمل اهم معيار من معايير الايمان لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخي ما يحبه للنفس المرأة تحب للزوج ان هو يكون بطل والزوج يحب للزوجة ان هي تكون اميرة وساعتها هنبقى منطبق حديث رسول الله ويدخل لبيوتنا الرحمة والمودة وربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدنا الى التوفيق والى التوافق ومنه الى السعادة يا رب العالمين ارهمنا رشدنا حتى نكون اقوياء حتى نتخلص من مساوينا ونخرج احسن ما في الشركاء واحبابنا وازواجنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة